السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. او الحالات الشرطية. حالة شرطية يعني ايه? يعني انا بفترض حدوث امر معين. افتراض هذا الامر ازا اتعمل او اذا بيحصل سوف يترتب عليه شيء اخر. الحاجة اللي احنا بنفترضها وهي جملة الشرط. الحاجة اللي سوف يترتب عليها ازا فعلناها هي حاجة اسمها جملة جواب الشرط. ده احنا بنستعمله حاجة اسمها اف بمعنى لو. لو بنعمل كزا هيحصل كزا. عندنا اربع حالات لقاعدة اف. حالة صفرية. حالة اولى. حالة تانية. حالة تالتة. النهاردة ان شاء الله ناخد الحالة الصفرية والحالة الاولى. اولا اف يعني ايه اف? اف معناها اذا. اذا ذكرنا هننجح. او لو لو بنذاكر هننجح. بتدينا نفس المعنى. لو في حالات اخرى فيها تخيل. هل تخيل لو انت معاك فلوس كنت هتشتري كزا وكزا. ده تخيل لحاجة مش موجودة. تمام? بفرض. بشرط انها كلها معاني لكلمة اف. وممكن نغير اف. ونضع مكانها حاجات تانية هنشوفها دلوقتي. طيب. الحالة الصفرية. هنا احنا بنتكلم عن حقيقة علمية. يعني ايه? يعني حاجة فيزيائية بمجرد ما بتعملها بتتكرر كل مرة. هات بورتقانة. وحطها في المياه هتطفو. اشرها هتنزل وتلقص. دي حقيقة علمية. عدات شخصية ثبتة بتتعمل على مدار اليوم مدار السنة مدار العمر. بتتكرر باستمرار. دي برضو بنستخدم لها او الحالة الشرطية الصفرية. ليه صفرية? لانها ماشية كده بتوازي الزمن في جملة الشرط. هو هو نفس الزمن في جواب الشرط. بنبدأ باف. وبعدين هنا بمعنى ازا اولاو. بييجي بعدها مدارع بسيط. وبعدين كومة بنربط بين جملة الشرط وجواب الشرط. وبعدين جملة جواب الشرط ايضا توضع في المبارع البسيط. زي ايه? زي الحقيقة الفاكت دي. لو سخنت التلج هيدوب. معناها كده لو بتسخن التلج بيدوب. دي حقيقة علمية في كل مرة هتعمل القصة دي هتكرر معاك نفس النتيجة. ما فيش مرة هتروح تسايح فيها التلج هتلاقيه ما دبش. خلاص? الفعل في المصدر مدارع بسيط. ات والفعل واخد اس ميلت برضو مدارع بسيط. ازا بتسخن التلج بيدوب. طيب. لو احنا بنسق النباتات بتنمو. يا سلام حاجة طبيعية. هنا ده مدارع آآ بسيط لان ده فعل في المصدر مع الضمير نفس الطريقة برضو فعل في المصدر مع الضمير زي. في الجملة الاولى كانت تعود على وهنا بتعود على هنعكس بقى. لو احنا مش بنسق النبات. النبات بيموت. برضو دي حقائق علمية دي كلها احنا بنتكلم في حقائق ثابتة. خلاص? يبقى مدارع بسيط في جملة الشرط ومدارع بسيط في جملة جواب الشرط. if we don't water plants, they die. خلاص? ممكن. نقول هنا. if she feels tired. لو هي بتحس بتاعب she has a break. بتاخد راحة. دي عادة معروفة عند كل الناس. بتتعب بتاخد راحة. وإلا مش تقدر تكمل. if she feels tired she has a break. feels فعل في المدارع البسيط لان الفاعل مفرد. وهو she. وهنا هاز نفس الموضوع. يبقى احنا هنا الجملة الاخيرة دي كانت بتتكلم عن عادة شخصية ثابتة. التلات جمل الاولانيين كانوا بيتكلموا عن حقائق علمية. ده الغرض من استعمال الحالة الشرطية الصفرية. ما فيهاش خيال. ما فيهاش توقع للمستقبل. ما فيهاش احتماليات. كلها حاجات كافة الميزان في جملة الشرط. تعادل تماما كافة الميزان في جملة جواب الشرط. بتعمل دي بتحصل دي. ما بتعملش دي ما بتحصلش دي. خلاص الموضوع كده بالنسبة للحالة الصفرية مفهوش اي التباس. من الممكن ان تيجي اف وسط الجملة. احنا اتعودنا قبل كده ان روابط كتير ممكن اجيبها في نص الجملة زي ما اخدنا قبل كده. طيب من الممكن تيجي اف وسط الجملة ويأتي بعدها نفس الزمن اللي بيجي بعدها. يعني بتجر وراها الزمن. بس طبعا في الحالة الصفرية مش هتفرق معنا لان هنا هنا كده الزمن نفس الزمن هو هو مضارع بسيط هنا ومضارع بسيط هنا. لكن هتفرق في الحالات التانية معايا. The plants grow if we water it. النباتات بتنمو لو احنا بنسقيها. احنا عكسنا الجملة اللي هي if we water plants they grow. هنا عكسناها. The plants grow if we water it. يعني النباتات بتنمو لو احنا بنسقيها. You feel tired if you run for two كيلو مينرز. انت بتشعر بالتعب لو انت بتجري اتنين كيلو متر. يبقى احنا بنجيب جملة جواب الشرط الاول وبعدين بنربط باف ونشيل الكومة ونجيب جملة الشرط بعد اف. يبقى اللي انت لازم تثبته في دماغك دلوقتي ان جملة الشرط بتتبع اف. خلاص? سواء كانت اف في بداية الجملة او في وسط الجملة. ييجي بعدها جملة الشرط. جملة جواب الشرط. يا اما تيجي بعد الكومة او منبدأ بيها ونخلي اف في النص. واضح? طيب ممكن ابدل اف دي بكلمات تانية? اه في كلمة زي عندما دي الجملة اللي احنا اخدناها من شوية. ممكن اشيل اف بمنتهى البساطة واستعمل عندما. ليه? هتديني نفس المعنى مع الحقائق العلمية والعادات الثابتة. لما او عندما تسخن التالج. معايا? يبقى قامد بنفس المهمة ولا لا? قامد بنفس المهمة على اكمل وجه وما فيش اي تأصير. لو احنا بنسق النباتات. دي الجملة اللي درسناها من شوية. تعال نشيل اف. ونضع وين? وهنشوف هيحصل حاجة ولا لا? عندما نسق النبات زي ينمو. هل وجدت اي تغيير في المعنى? لا. المعنى ماشي وزي الفل. ازن اف ليها بديل احتياطي. قاعد على دكة الاحتياطة كده ممكن ينزل يلعب بدلها في اي وقت ويكون عنده نفس المهارة ويجيب احلى اهداف كمان. خلاص? يبقى اف وين? مفهمش اي مشاكل. طيب. هنا بيقول الحالة الشرطية الاولى. احنا درسنا الحالة الصفرية. وقلنا بنتكلم عن حقائق ثابتة واعادات ما بتتغيرش. ايه رايك بقى نتكلم عن? لو بنعمل حاجة دلوقتي هيترتب عليها حاجة في المستقبل. اه يبقى كده في اختلاف في الزمن. ما بين جملة الشرط وجملة جواب الشرط. جملة الشرط هنا هتكون في المضارع البسيط. وهو الشرط اللي لازم نعمله عشان نبني عليه في المستقبل. خلاص? يعني مسلا. اف لو احنا بنذاكر هننجح في المستقبل. في احتمالية هنا للنجاح. الموضوع مش مضمون مية في المية. لان ممكن تحصل حاجات كتيرة تبنعنا عن النجاح. ودي تبقى حاجات ممكن تكون خارج ارادتنا. خلاص? يبقى هنا في نوع مني الاحتمالية. معايا? اف مضارع بسيط وبعدين الجملة التانية هتكون عبارة عن فاعل والفاعل في المصدر. او وانت ازاي? لو مش بتذاكر مش هتنجح. معايا? موانت جملة الشرط دي المستقبل مرتبط بيها. بتعملها هيحصل كزا? مش بتعملها هيحصل كزا. خلاص? يعني مثلا. ممكن جملة المضارع البسيط تكون مثبتة. واقول لو بتلعب كتير يبقى مش هتنجح. خلاص? لو بتلعب كتير من غير مزاكرة يعني. بس اللعبة مع المزاكرة بالعكس. حاجة جميلة جدا وبينشط الجسم والزي ما بيقولوا كده العقل السليم في الجسم السليم. طيب. معلش هالصورة مغبيشها شوية. لو هي بتذاكر بجلد. نكبر كده عشان ايه? الدنيا تبقى واضحة. خلاص? عشان نعود الغلواش دي. اه. لو هي بتذاكر بجد. لو بتذاكر بجد. دي جملة فين دي في انه زمن. بص كده. اه. منتهي بواي. نسبوك بساكن. علبت الواي لآي. وضفت الاس عشان الفاعل. مضارع ايه ده? مضارع بسيط. جملة جواب الشرق. ده انهي زمن ده. مين مركز? مستقبل بسيط باستعمال والفعل في المصدر. سوف تجتاز الامتحانات المقبلة. لو هي بتذاكر بجد هتجتاز هتنجح في الامتحانات الجاية. يبقى مضارع بسيط. ترتب عليه احتمالية ممكنة في المستقبل. وهنا الموضوع مش مضمون زي ما قلنا مية في المية. بس ده حاجة شبه طبيعية. طيب. هتكون انت سعيد خلي بالك هنا عكسنا. جبنا اف في النص. قلنا اف بتاخد وراها جملة الشرط. جملة الشرط لازم تكون فين? في المضارع البسيط. يعني بتسحب وراها مضارع بسيط. معايا? ده في الحالة الشرطية الاولى. يبقى بقول هنا هتكون سعيد. ده النتيجة. جملة جواب الشرط جبتها الاول. انت هتكون سعيد لو بتفوز بالجايزة. تمام? يبقى جبت النتيجة الاول وهي جملة جواب الشرط. وربطت باف وشلت الكومة. خلاص? وجدت بعدها جملة الشرط. وهي هي. لو بتفوز بجايزة هتبقى سعيد. هتبقى سعيد لو بتفوز بجايزة. مش هي هي نفس المعنى. نفس بس احنا بنبدل بس في الكلام. خلاص? على فكرة يا جماعة هو بيكون عبارة عن بنجيب الكلام اللي احنا بنقوله بنأسس له قواعد. مش العكس. مش بنأسس قواعد وبعدين بنتكلم. يعني انت حتى وانت صغير لما جيت تتكلم محدش كان بيقول لك الحرف الجار ده كزا وده مذكر وده انت كنت بتتكلم على اللي بتسمعه. بس لما كبرت ابتديت تفهم يعني ايه قواعد حتى في العربي في النحو. خلاص? هنا يمكن استخدامه. تعالى بقى هنا في الحالة الشرطية الاولى احنا في الحالة الصفرية كنا بنستعمل وين ووينيفر بدل اف. طب هل هنا ممكن ابدل? اه ممكن تبدل ويل بحاجات تانية. ويل معناها سوفة. ممكن تستخدم كان يعني استطيع مي ربما ماي تبتديني نفس المعاني وفيها نوع من الاحتمالية برضو. خلاص? اف شي ستاليز هارد. لو هي بتزاكر بجد. شي ماي باس. دي اجزام. ربما تنجح في الامتحانات. دي اجزامز. خلاص? يبقى هنا بتبديني نفس المعنى بس ايه? قربت لي ووضحت الاحتمالية اكتر. خلاص? احنا بنقول ايه? بنقول ان المستقبل ده. يعني في ايد ربنا سبحانه وتعالى. خلاص? مافيش حاجة مضمونة مية في المية. بس احنا بناخد بالاسباب. انا بزاكر بجده وبسيب ايه? الموضوع كله على ربنا سبحانه وتعالى. هو اللي بيهيق الاسباب. خلاص? يبقى الشي. برضو ماي والفعل في المصدر. ودت لي احاق بالاحتمالية اكبر من ويل. لو انا عندي وقت كفاية. اي كان فيزيت ماي انكل. هقدر او هستطيع ان انا ازور عمي. هنا وضحيت الحتة تانية. متعلقة بالابلتي واخد بالك بالقدرة. يعني ايه? يعني بقول لو معايا الوقت الكافي. هيكون عندي القدرة على زيارة عمي او خالي. يبقى هنا الجملة الاولى مع ماي باس ادت لي احتمالية. مع اي كان فيزيت ادتني حاجة لها علاقة بالقدرة والاستطاعة. فهنا بتلمس في معاني تانية اكثر اضاحا للجملة. خلاص? if it stops raining. لو هي بتتوقف عن المطر. تبطل تمطر دلوقتي. we might go to the beach. من المحتمل ان احنا نقدر نروح الشاطئ. لسه في وقت متاح. لكن لو طويلت شوية مش هنقدر نروح. فاذا المطر. توقف دلوقتي هنعمل ايه? ممكن. ممكن نروح. we might go to the beach. خلاص? ممكن اقول we may. بتديني برضو نفس المعنى. ممكن اقول we can. تمام? بس هو كل واحد على حسد الغرض الادبي لاستعمال الجملة. هنا بيقول we might. ربما. يمكن الاطفال متعلقين بالموضوع وعايزين يطلق يا بابا يلا الروح الشاطئ. قال فيه احتمالية يا اولاد. يعني بما يدهمش الحاجة المجزمة نحنا هنروح. لا لا فيه. فيه مانع هو لسه قدامك المطر شغال. مش هنستمتع بالشاطئ. لا لازم المطر يتوقف في الاول. ففيه احتمالية الروح وفيه احتمالية ما نروحش. خلاص? ممكن كان يتكلم عن القدرة ويضع كان ويقول we can go. لو هو عايز يوضح مدى القدرة. لكن هو هنا كان بيركز على الاحتمالية فقال might. يبقى على حسب الغرض الادبي بغير من when? لمight? لمي? لكان. خلاص? الرقم تلاتة دي استعمالها ضعيف جدا. ويعني مش عايزك تركز عليها قوي. يمكن استخدام should بدلا من if الحالة الاولى. بيقول لك if he has enough money. لو هو معاه فلوس كفاية he will buy a car. سوف يشتري سيارة. هنا الجملة الاولى جملة الشرط في المدرع البسيط زي ما اتفقنا. الجملة التانية في المستقبل بwill والفعل في المصدر buy. طيب. هنا بيقول لك should he have enough money. لو في حالة انه معاه يعني should هنا ممكن تترجمها كده. في في حالة ازا كان معاه فلوس كفاية he will buy a car. واحد يقول لي should احنا كنا بنستعملها في بداية الجملة. يبقى دي سؤال. لما should I study hard هل يجب عليها ان اذاكر جيدا. ده سؤالة هو بها. لا دي مش سؤال. ولذلك انا بقول لك استعمالها قليل جدا. خلاص. should he have enough money. اذا كان معاه فلوس كفاية. he will buy a car. سوف يشتري سيارة. طيب. بيقول لك يمكن ان يكون جواب الشرط امر او طلب. تعالى نشوف. if you meet علي. لو بتقابل عادي علي. give him this phone. ادي له التليفون ده. ده ايه ده? ده طالب. واحد بيعمل request اهو. بيقول والله هي اعمل لي الخدمة دي. خلى التليفون ده معاك. ازا قابلت علي اديهون. معاه. if you meet علي. دي ايه الجملة دي? دي مضارع بسيط. give him this phone. الله. او مالفين المستقبل. لا هنا مش مستقبل. ده هنا امر. give him. give لازم تجي في المسطر. خلاص يبقى في حالة الطلب بييجي جملة جواب الشرط عبارة عن order. عبارة عن ايه? عن امر. if you meet علي. لو بتقابل علي. جملة جواب الشرط. ما فيهاش will. give him this phone. ادي له التليفون ده. ده امر كده في نوع من ايه? نوع من الريكويست او الطلب. if you meet علي. لو بتقابل علي ask him to phone me please. اطلب منه يتصل علي من فضلك. برضو ده ايه? برضو ده طلب. خلاص? يعني الاولى ممكن نقول عليها اه امر والتانية طلب. خلاص? لكن هو اصلا الاولانية دي الجملة هي امر اه بس في صورة طلب برضو. خلاص? انت ما بتقمر حد. وتقول له مسلا ايه? ادعي لي مسلا. ادعي لي. فهل ده معنى كده ان انت بتقمره? هو اه في صيغة الامر لكن الغرض منه انت بتطلب برضو. لكن هنقدر نصنفهم ان الاولى عبارة عن order. امر والتانية خلاص? ask him. اطلب منه to phone me. انه يتصل علي. فهنا جات فعل في المصدر وهنا فعل في المصدر. طيب ممكن اعمل وعد او اعمل تهديد اللي هو الوعد والوعيد يعني. if you get high marks. بص يا ابني لو انت هتجيب درجات عالية. I will buy you a present. هجيب لك هدية. خلاص? يعني اجيب لك تليفون لعبة كده من اللي هو بعشرين خمسة عشرين جنيه. اللي فيه زرار الكلب ده اللي بقول هاو هاو. تمام? if you get high marks. لو بتجيب درجات عالية. I will buy you a present. ده نقدر نقول عليه promise. promise يعني وعد. انا بوعدك. فجملة الشرط اللي لازم انت تحققها الاول بتكون في المضارع البسيط اللي هي get. فعل في المصدر معيول. اما جملة جواب الشرط اللي لو انت عملت جملة الشرط انا مطلوب مني بها. جملة جواب الشرط. يعني ايه? يعني جملة الشرط بتاعتك انت انك تذاكر او تجيب درجات عالية. ده الجملة بتاعتك في المضارع البسيط. جملتي انا بقى لانا اللي هنفذ الوعد ده في المستقبل. يا حين وحيك ربنا بقى. I will buy you a present. هجيب لك هدية. will والفعل في المصدر. يبقى مضارع بسيط ومستقبلهو. في صورة promise. في صورة وعد. اتفهمت? If he doesn't do his homework. لو هو مش بيعمل الواجب بتاعه. آه ده هنا فيه تهديد وضرب شباشب وشغلانة. I will punch him. سوف اعاقبهو. حط في قط الفران بقى. I will punch. ايه هي حكاية قط الفران بقى? بس معانا هو عمري ما ايه. ما شفت حد عاملها يعني. فيش حد يعني هجيب قضة مخصوص ويبنيها ويحط فيها فران يعني. I will punch him. سوف اعاقبه. يبقى انت عليك ما تذكرش. وانا عليها اديلك على دماغك. اللي هي فين? الجملة بتاعتي انا التهديد بتاعي I will punch. will والفعل فين? في المصدر. هنا doesn't مضارع بسيط وهنا will punish في المستابع. طيب ممكن نستخدم الحالة في تقديم او طلب النصيحة. if you meet him. لو بتقابله you should tell him all that happened. لازم تقول له كل اللي حصل. لا اله الا الله ده بيوقع ما بين الاتنين ده ولا ايه? if you meet him. لو بتقابله ده جملة الشرط وهي في المضارع البسيط. you should tell him. should هنا حلت مكان مين? مكان well. صح? صح? وييجي بعدها الفعل في المصدر زيها? لانها زيها. you should tell him. بس هنا على شكل ايه? على شكل نصيح. you should tell him. ينبغي عليك ان تخبره بما حدث. لازم تقول له. لازم الراجل يكون عارف عشان ياخد ايه? يحتياطاته. if you meet him. you should tell him. ده كده على شكل نصيحة. يبقى على حسب الغرض الادبي. انت بتستخدم الجملة لأي معنى وبناء عليه بتحدد الموضى الفيرب او طريقة صياغة الجملة. if i miss the train. لو انا الاطرفات مي. what should i do? ماذا ينبغي علي ان افعل? انا بطلب نصيحة هو. شور علي يا سيدي اعمل ايه? اخدها ماشي? مترجل يعني? ولا اعمل ايه بالزبط? i miss if i miss the train. ده الجملة الشرط في المضارع البسيط. what should i do? ماذا ينبغي? انا بطلب نصيحة. should i do? بس جبتها في صيغة سؤال. يبقى انا الحالة الشرطية الاولى لها استخدامات عدة. تمام? احتمالية حاجة في المستقبل تترتب على اللي انا بعمله دلوقتي. صح? ممكن استعمل should اذا كنت بوجه نصيحة. ممكن اجيب جملة جواب الشرط في صورة امر. خلاص? ممكن اوعد. حد بدنا انا اجيب له هدية. ممكن اهدد حد لو بتعمل كذا يبقى انا هعمل معك واحد اتنين ثلاثة. خلاص? ممكن اقدم او اطلب نصيحة. هنا بيقول لك ممكن تستخدم كلمة unless. unless يعني لو لم. اذا لم. خلي بالك. اذا لم تفعل كذا احصل لك انت عارف بقى. بدلا من اف. لاحظ ان unless بتساوي اف نوت. يعني ايه? يعني لو جملة اف منفية. ممكن اشيلها وحط unless. اذا لم. if he doesn't work hard. لو لو انه هو ما بيشتغلش بجد بيتدلع كده. he won't earn a lot of money. مش هيكسب فلوس كتير. لازم تتكحول ويطلع عنيك. وإلا مش هتلاقي فلوس تصرف. he won't earn a lot of money. معايا? يبقى جملة الشرط هنا منفية. طيب ما انا ممكن اشيلها واضع unless واخلي الجملة عادي خالص. unless he works hard. آه. يبقى unless. معناها اذا لم. تحمل معنى النفي عاملة زي never. مع doesn't. كنت بشيل doesn't. واضع never. وهارد لي ever. فاكر نفس الفكرة. هتجيب unless. وتخلي الفعل موجة بعادي خالص مش منفي. وهتديك نفس المعنى. اسمع كده. unless he works hard. اذا لم. ما هي unless معناها اذا لم. unless he works hard. اذا لم يعمل بجد. he won't earn a lot of money. مش هيكسب فلوس كتيرة. يبقى الجملة F لو منفية. ممكن اغيرها وضع unless. وخلي النفي مثبت. اخلي الفعل المنفي doesn't work. اخلي works عادي جدا. جملة positive. معايا? دي فكرة استعمال unless. طيب. بيقول لك هنا الاحظ الفرق بين الحالة الصفرية والحالة الاولى. if i feel tired i go to build. لو انا بشعر بالتعب هروح انام وقولنا دي حقيقة ثبتة هنا ما فيهاش اي احتماليات لان دي حاجات ثبتة قواعد ثبتة عند الناس في عددهم اليوم جي. الله بينا نشوف كده هنعرف نحل ولا اي الدنيا. طيب نبدأ كده بالسؤال الاول. نكبر سنة كمان. لا الدنيا كده ايه مش حلو. هنا بيقول لي if you will you will win. if you play well ولا if you played well ولا if you plays ولا playing. you will win. طبعا هنا الناحية التانية في المستقبل. يبقى هنا في المضارع البسيط. يبقى اقول if you play well. لو بتلعب كويس هتفوز. if water freezes. لو الماء بتتجمد هتتمدد. يبقى الحاجة دي حقيقة. يبقى هنا مضارع بسيط والناحية التانية مضارع بسيط. ات مع المضارع البسيط الفعل بياخد اس. يبقى تتمدد. لو الماء بتتجمد بتتمدد. حاجة طبيعية يعني حاجة معروفة. what will she if she visits? if she visits اسوان. اه. هي هتعجب بايه لو زارت اسوان. اه يبقى هنا دي سبقني الاول بجملة جواب الشرط اللي المفروض تكون في المستقبل. will يجي بعدها الفعل في المصدر. يبقى what she or what will she admire. ماذا سوف تعجب بيه لو بتزور اسوان. معاه يبقى will she admire. بعد will الفعل في المصدر. if he لو هو he will get there in time. لو هو بيجري هيوصل هناك في الوقت المحدد. اه يبقى if he runs. مضارع بسيط. والجملة جواب الشرط will get في المستقبل. مركز معايا ولا لا. if he study hard he would succeed. لو هو بيزاكر بجب هينجح. محتمال يعني انه هو ينجح ماشي. if he study hard. if they hurry لو هم بيسرعوا. they the train. اه يبقى هنا لازم مع الفعل الاساسي. يبقى may catch. معايا? ما ينفعش جملة فيها catch الوحدة او اه الموضة الوحدة. خلاص? يبقى if they hurry لو هم بيسرعوا they may catch the train. if you want to lose weight. لو انت عايز تخس يعني تفقد وزنك. you eat less bread. دي نصيحة هو. ينبغي عليك انك تقلل من ايه? من الخبز العيش. يعني بدل ما تاكل عشر ترغيفة في الطاقة. تاكل تلك ترغيفة بس. معايا? يبقى if you want to lose weight. you should. لازم شود لان دي نصيحة. خلاص? if i if i go to berlin. لو انا رايح برلين. i buy train. هسافر بالقطار. يبقى i will travel. سوف. لان دي الجملة دي لازم تكون فين? في المستقبل. لان جملة الشرط كانت في المبارع البسيط. unless she works hard. اذا هي لم تعمل بجد. she passed the test. طبعا مش هتعد الامتحان. يبقى she won't pass the test. هسيب لك من عشر لخمستاشر خمس جملة هم. دول هتعمل لهم واجب. بعد كده هنا بيقول لك read the underlying word. if you smoking you should give up. طبعا هنا هتبقى if you آآ smoke. if you smoke you should give up. طيب ده هتبقى عاملة زي دي. if you smoking you should give up. يجب عليك ان تستسلم ايه المعنى ده? يعني ايه? انا حتى بالعربة جده مش مجمعها. if you smoke. عايز اقول مثلا لو ما بطلتش تدخين لازم تستسلم ولا ايه بالزبط? لو ما بطلتش تدخين. عموما انا يعني الجملة مش مش مدرك معناه هو عايد يقصد ايه كمعنى? يعني لكن هي كجرامر. هنا المفروض لازم تكون مضارع بسيط. فهقول if you smoke you should give up. بس هي لو كجرامر. خلاص? if you smoke you should give up. لكن كمعنى مش جاية معايا خالص. خلاص? علي want to win. علي مش هيفوز the match if he don't play well. هتبقى if he doesn't play well. she will get high marks if she doesn't revise well. هي هتجب درجات عالية if she revise. هنشيل دازن. تبقى نحط اس اللي هي بتاع المضارع البسيط تبقى revise this. if the weather isn't good. today we can go swimming. يبقى if the weather is good. if my father have. هتبقى has. has enough money he will buy a car. وبكده انت ما عندك خمس جمل بس واجب. ارجو ان شاء الله انك تكون فهمت الدرس وعرفت الفرق ما بين الحالة الصفرية والحالة الاولى. تحياتي لك يا سركلاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.